موسيقى مساء الخير مشاهديننا مساء السعادة على كلمات مني تابعنا وينما كنتوا حلقة جديدة من برنامجنا مسائي كما عودناكم مشاهديننا بالفائدة والتنوع الثقافي لعشاق الفن والجمال والقطاع الفنية رح يكون لهم اليوم دور كبير ورح نكتشر معهم عالم فن تشكيلي من الخشب مع ضيفنا المهندس علي الأطرم وأيضا في حلقتنا رح يكون عندنا حلقة مميزة أيضا للمقبلين على بناء بيت العمر في نصايح كثيرة تابعها اليوم رح نتعرف على أنواع القش في البناء وهل نستطيع أن نحمل نفسنا من التلاعب المقاولين أثناء البناء أيضا نحن نتكلم عن أهم المواد المخشوشة اللي دايما نحصلها في بناء بيوتنا ونعرف شلون نحن نقدر نضمن روحنا ما حد يقص علينا أثناء بيتنا أو أثناء البنية بما نصح سواء كنتم تابع بيتك أو لا كل هذا الحيوار رح يكون مع المهندس استعدوا الرحمن عفوا مضحي أشمري عفوا رح نبتدي مشوارنا اليوم حلقتنا حلقة رح تكون حلقة مميزة كلها رصاميم وكلها أشياء جميلة وفنية رح تكون مع فن تصميم على الخشب قطع فنية بتصميم مختلفة جماعة ما بين الإبداع والجودة ويمكن استخدامها كقطع جمالية في البيت أو المكتب تفاصيل كثيرة بسمكم مشاهدينا رح ناخذ هذه التفاصيل مع ضيفنا المهندس علي الأطرم وهو مختص بفن تشكيل خشب مساء الخير مهندسنا مساء النور يأتيك العافية وحياك الله معنا في برنامج مسائي ومشاء الله يعني هذا الإبداع هذه الجودة في التقنية وفي التصميم وفي الرسم أحب أتعرف على حضرتك مع مشاهديننا كلمنا عن هذا الإبداع اللي أنت مختص بي اللي هو تشكيل الخشب هل هو فن قام بحفظاته أم نمكن نعتبرها مهندسنا بسم الله الرحمن الرحيم أول شي فن تشكيل الخشب فن موجود من زمان مويدي طبعا تعلمتها من أيام الثانوية وحبيتها وحويتها من ذاك الوقت والحمد لله رب العالمين من ذاك الوقت للحين قاعد أحاول أطور نفسي فيه أكثر وأكثر لما وصلت بالمستوى اللي أنا فيه جميل يعني ما شاء الله لما أشوفه أقول والله الناس بطني يقول نحنا كل أيام الثانوية ناخذ مثلا هذه المواد قد تكون اختيارية أو أساسية لهو الحفر أو التشكيل على الخشب بجيتك كانت مني هنا أو من ثاني يعني بعد ما تخرجت هنا كانت بدايتي بداية تأسيسي كانت من ذاك الوقت اللي أنا قدلت حنه عفوا حبيتها فيه أستاذ عندي أستاذ محمد شعبان أوجه لكل تحية هو اللي حببني بالمادة هذه اللي خلاني فعلا أنا أعشق تشكيل الخشب ما شاء الله هذه كانت أيام الثانوية؟ أيام الثانوية نعم حلو بعد الثانوية شنو كان تخصصك اللي وصل لك إلى هذا الابداف هذا الرسم اللي هي الممارسة اليومية تغريبا مشوف يومية طبعا توجهت إلى الهندسة دراس هندسة؟ الحمد لله رب العالمي هندسة ميكانيك خذيت الشهادة ورديت وشفت نفسي لازم كنت أيب أطلع بثل هاللوحات اللي خذيناها أيام قبل جميل يعني قال أشوف معاكم مخرج قاير رضاني هذا الفند الجميل اللي أحين قايتكلم على شعار الكويت أشوف أنه قطعة ما شاء الله فنية متناسقة هل هي مثل ما نقولنا أني خشب قصيته وزكته ولا هو عبارة عن قطعة مميزة بروحها كل وحدة كل حبة يعني الشعار دولة الكويت من أحلى اللوحات اللي أنا أشتغل فيها كأنه شعار ديرة أكيد كل قطعة تي بروح يعني العالم أربعة خمس قطع الموج الماي كل واحدة تي بروح قطع قطع بعدين ألونهم وألصقهم أحب حب يطلع بالنهاية الشكل اللي موجود صحي يطلع أنه ما نشوفه مع مشاهديننا أنه مو العلم قطعة بروحها يعني قطعة كاملة ملزوقة مع صقر مع الشراع مع جسمي ربي يعني رسمة الماي كلهم حبة حبة شكو تأخذ منك مجهود حتى تنجز هذا الرسم؟ مجهود كشعار دولة الكويت تأخذ مني تقريبا أسبوع إلى عشرة أيام هذا القطعة؟ هذه القطعة طيب لو نتكلم عن القطعة الكبيرة اللي قاشوفها على يسارك اللي هي شعار أو رسمة حصان شعر طاير مثل ما نشوفه وانت مسوي له زخرفة معينة بالخشب أول شيء هذا الخشب لا تصميم لازم يكون لنوع معين من الخشب ولا عام؟ أول نوع الخشب اللانس تعملهم كلها خشب طبيعية خشب طبيعي يعني كثير ما قدرها بتعد عن الخشب الصناعي كلها خشب طبيعي حتى الألوان الموجودة الألوان الخشب الطبيعي اللي موجودة مثل الصاجة الزان المهجين هذين كلها موجودين الأخشاب كطبيعتهم وهي لون هتشري وبعد اللكر وبعد الورنيش يعطين اللون هذي اللمعة هذي الموجودة حلو الأدوات اللي تستخدمها في هذه التشكيل أو التصنيف اللي يبتكار هذه اللوحة الجميلة شنه هي؟ الأدوات جدا بسيطة اللي عندي أنا ما عندي شيء يعني مموجود ولا ممتوافر الأدوات طبعا هي الدريل المنشار الكهرباء العادي المبارد بالإضافة للمنشار الأركيت حرفيو يعني هذا بس اللي تستخدمها في تشكيل الخشب ونحتها نعم ما شاء الله يعني اللي يشوف هذه اللوحة اللوحة فنية كبيرة يقول لا يعني هناك أدوات نجارة كاملة يعني هذا التشكيل وهذا الفن تركيب القطع نسهل اللوحة اللي في الحصار كيف أخذت منك؟ هذه تقريبا شهر شهر وسبوع تقريبا خذت مني خمسة سابقة حلو حين دخلت هذا المجال صالت فترة زمنية مع الموهبة وفي نفس الوقت الممارسة صغلت نيمتما يقول حركة إيدينك تعتقد لا بد أن يأخذ الإنسان دورة في فن من تشكيل الخشب إذا حاب أنه يتعلم هذه الفن أو هذه الصناعة ولا ممكن تكون بالممارسة فقط؟ الأساسيات لازم يأخذ فيها دورات جميل مثل شنو؟ أنه يتعرف على نوع الأخشاب صحيح أنه طريقة استخدام المشار الأركة اليدوي أنه يوجد فيه شوية نسبة خطورة صحيح لأنه يكون حاد ممكن يتعود؟ إنه حاد أنه مثلنا يثبت الأخشبية بقصة باحتمال فيه تجرة حيدة صحيح فعشان شذيحنا دائما نقول واحد لازم يتعلم الأساسيات موهبة الخشب على أساس يقدر يعني يؤدي اللوحات هذه واللوحات هذه مثل ما أنت شايفتها أنه بالممارسة بالخبرة تركيب كيفية تركيب الألوان هي اللي تطلع معنا حلو الألوان تستخدمها شنو هي؟ الألوان الخشب الطبيعي مثل ما قلت ما فيه ألوان خارجي لا مثلا مثلا لحبين نحط عليه مثلا لوحة وانت يبين أن الناس يبينها على طالب معين وحبين يضيفون عليها لون معين بس تكون مثلا تقول الله ما يشتغل بالألوان بس النوع الخشب أو اللونه يعني نشوع من اللون فاتح قامج من الألوان الخشبية قد يكون ورنيش فقط لا فيه طبعا ألوان مثل كاليالب اللي مثل ما هو موجود صحيح هذه الألوان القواشر عادية اللي موجودة بكل المكتبات صحيح للكل يستخدمها حتى بالمدارس حتى ميام مدارس وما زال يستعملونها يعني مو شيء مو شيء يديد ولا شيء ما حد يعرفها يعني بالعكس صحيح شفنا إن قطعة مميزة مكتب عليها فاطمة وحسين هل كانت تعتغني هدية صح؟ أي هدية حق الثنينة وهم متزوجين آه فممكن نستخدم هدية يعني اللي أحد متزوج يعني نعتبر النوع من أنواع الهدايا أن الأسامة اللي نرغب فيها أو الأشكال اللي نرغب فيها تقدر كلها تنحتة وتشكلها حلو طيب يعني أنا لعرفة ما شاء الله إن هذه القطعة يعني فيها أفكار معينة شكلها تكلمني عن أي عن جدامي أنا مو جدام أكثر لوحة أخذت مني وقت أشوف تفاصيل اللي فيها دقيقة أو صغيرة لو مخرجنا بعد إذنك بس أني تبني تفاصيل عليها تكلمني عن هاتفاصيل أو شي من وقت لك الفكرة مالتها الأفكار اللي دام اللي نتيل يعني 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 مثل فكرة تيب بالي أنفذها أرسمها كروكي على الورقة أحاول عدلها أساساً لأنه ليس أي تصاميم تستطيعين تسوينا على الخشب صحيح فيه تصاميم تسوينا تكون ضعيفة سريعة الكسر بالفعل لأن خشب تكون فسريعة قابلة الكسر بشكل أسرع من المية تكون موجودة على حضرتها حلو شنو تحط عليها موارحة التحفظة يعني يعني شوفت تفاصيل يعني الشراع بروحة لعمدة مثل السفينة بإضافة إلى قطع صغيرة يعني حتى ممكن بحجم المعواد الكبريت كلها تقصصها بهذا المنشر كلها بهذا المنشر حلو طيب نوعيتها المادة التي تتم تثبيت الخشب فيها حتى مع استخدامها أو مع الفترة الزمنية ما تنكسر ما تفتش مثل ما نقول بالعامية أن يروح تصمغ منها تحرص على شنو في المواد المواد أهم شيء أن تكون طبيعية الغرة طبعا أحسن نوع المعروفة أن الغرة هو مثبت الخشب صحيح الغرة صحيح الغرة يكون نوعية جيدة الورنيش الرش اللكر يكون نوعية ممتازة مؤيدة مثلنا قريبة والخشب الذي استعمله دائما يكون خشب طبيعي على ساس أن تكون لها جودتها عالية اللوحة نفسها تكون جودتها عالية صحيح شاركت فيهم في معارض في معارض الأخير الذي شاركت فيه الملتقى من المواهب شاركت فيه والحمد للعرب العالمين حسيت أن لاقى نجاح وائد هو لنا شي يديد بالكويت ممتعرف هذا الفن هو ممتعرف فيه أمان أنت أساساً من الوين يعني مرغوك ستحوحيته بس ممكن بعض يقول شت منه في تايلند في إيران في دول أسيوية شبه شبه اللي تشاف بره شي بالكويت شي شي بالفعل شه اللي يفرق اللي هو جودة المواد المستخدمة الجودة المواد الخشب الشغل الحرة فيكون أنواع الخشب نفسه المستعملة اللي فيه حلو يعني مهندس علي صراحي أنا أشوف يعني شغل مثل ما يقولون يعطيك العافية عليه رسم ونحت وأيضا تشكيل بالخشب لو حب أحد أن يتعلم هذا الفن شنو الصحر يتقدم لياها أنه يأخذ دورات 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 شنو في نحت الخشب تشكيل الخشب تشكيل الخشب مثل ما أخذنا أساسياته صحيح أيام الثانوية بس الحين اللغة هذا فيأخذنا أساسياته فن تشكيل الخشب تحس أنه لا سوق في الكويت ورائج والله إن شاء الله يتعرفون عليه شوية يعني يتعرفون عليه أكثر وكثر المعارض لازم ننشهون نعرف الناس أنه شيء هذا سهل وشيء وشيء صعب بس شهرين نصف ما شاء الله فيبيلها شوية صبر أساسي أن يطلع اللوح لجد دامت صراحي في ختام حواري معاك حب أقول شغلي طريقا مباشر أنا سألتك عن السعر وما أقولها على الهوى لكن قلت لي إلى حد ما الناس قد تعتبرها أو تستغلاها شو النصيحة تقولها للي حتى يقدر هذا الفن لأنه شيء متعب عليه وشيء يدوي لذلك وشوية سعره أكيد أي شيء يدوي تقريبا بكل العالم متعربي شيء يدوي ومتقن يكون سعره غالي مهندس علي الأطرم يعطيك العافية والصحة على هذه المجهود الجميل أو هذا الفن الراقي اللي مشاء الله قاعد تحاول تنشره بالكويت سعدنا في وجرك معنا وكل شكر لحضورك مشكوري يعطيكم ألف عافية على الاستضافة الحلوة إن شاء الله نتمنى كل الكويتين مبدعين يطلعون بصراحة إن شاء الله أكيد نتمنى لك النجاح مرة ثانية ومشاهدين نتوصل معكم في فقرات قادمة من برنامجنا مساء تابعونا مشاهدين وصلنا معكم الموضوع جدا مهم يهم كل مواطن مقبل على البناء هل في أسس وقواعد معينة يمكن أن نحمي نفسنا من القش في البناء أو القش التجاري لمواد البناء أثناء بني بيت العمر ضيفنا الكريم رح يكون إن شاء الله مهندس إنشاءات في فريق إدارة المشاريع لشركة نفط الكويت وهو أيضا مؤلف ومدرب على خطوات البناء السليم وهو أيضا مؤسس موقع ومنتدى المهندس الكويتي وحاصل على جائزة سمو الشيخ سالم علي للمعلماتية وأيضا وهو حاصل على جائزة الكويت الإلكترونية لمؤسسة الكويت التقدم العلمي كما اختير من ضمن 30 شخصية كويتية منجزة لعام 2013 من قبل ما نصح مشروع كويتي وافتخر أيضا باسمكم مشاهدين أرحب بالشاب الكويتي المهندس عبد الرحمن مضحي الشمري مؤلف ومدرب في خطوات البناء السليم ما شاء الله على هذه المقدمة الإنجاز يعني نعني أنت فخر من الشباب الكويتي اللي نفخر فيهم في حياتنا يعطيك الصحة والعافية وحياك الله معانا ومساء الخير عليك مساء الخير وشكرا على الاستضافة صراحة يعني أنا باري ماغريت يعني هذه الأساسيات البسيطة في السي في الخاص فيك يشرفني على يعني ألتقي فيك وكل من يتابعنا اليوم أن يستفيد من حضورك معانا البداية أستاذ مضحي أتكلم عن هذه الجوائز وهذه يعني لما أقول ما شاء الله يعني درب طويل من الإنجازات على مستوى الدولة وعلى مستوى الكويت على مستوى الشباب شو تقول عنها والله الحمد لله هي توفيق بن الله وبذل المجهود طبعا الفكرة بدأت فكرة أو بداية الإنجازات كنت في بدايتي عند زيارة أي مشروع أبدأ أوثق المعلومات جميل أوثق المعلومات كتابة وأحرص أني أصححها في سؤال الناص اللي عندهم خبرة وأرجع للمراجع فهذه بدايتي كانت أني قاعدة أجمع أوثق معلومات لي شخصيا مع الوقت طبعا كنت أصور دائما أوثق أصور فيديو أو أصور فوتو فبدايت أوثق هذه المعلومات فمع الوقت توفرت عندي مادة كبيرة فقلت ليش ما أطورها ويعني أبدأ أفيد الناس فيها قدمها كفايدة للناس فكانت هذه فكرة الكتاب اللي أول كتاب ألفت اسم كتاب بيت خطوة بخطوة فكانت فكرتها في البداية هذه الفكرة أصراح أشكرك على النسخة مشاهديننا هذا الكتاب اللي حاب يقتنيه يعني هو مو ترويج ولا دعاية كثير ما هو بالفعل أتمنى لكم كلكم تقرونها أنا قريت نسخة عندنا برغة لنبطلة يعني كل الأساسيات مهمة ونحس أنه بالفعل أي حل لازم يبني بيته يكون عارفها لازم لازم يستخدم جميل طبعا طورنا الفكرة بحيث أن ودنا كنا نوصل وكنت ودي أوصل الأكبر شريحة من الناس فهني ضلعت الموقع المهندس الكويتي الموقع عبارة عن يقدم خدمات تطوعية مجانية للمواطنين جميل يحتوي على أفلام فيديو يحتوي على صور يحتوي على مقالات يحتوي على نماذج كل مجانا مشاهدين ونحضر حق الحلقة شفت الكثير من مثل ما نقول الفلاورز اللي ضايفينهم عندك في هذا المنتدى شم عددهم والله المنتدى تقريبا الآن وصل وصلوا 32 ألف عضو نعم والموقع طبعا فيه موقع ومنتدى جميل الموقع اللي قلنا فكرة يقدم معلومات للناس المنتدى تفاعلي مثلا الواحد عنده مشكلة يديش يسألك يسألك يسأل أنا معي مجموعة من الأخوان نجاوب على الناس ونعطيه الجواب السليم أعضاء المنتدى تقريبا وصلوا 30 ألف عضو عدد زوار الموقع تقريبا وكمل 10 مليون زائر نعم مهندسنا عبد الرحمن واني نقول البداية أنا الحين كراعي بيت أو ما نصح حصلت قسيمة نعم وين أبتدي يعني أحط ريلا على الأول الطريق السليم لبناء بيت العمر بيت العمر نعم طبعا أول خطوة في بناء بيت العمر من أهوة من أهوة يعني أول خطوة من أهوة لازم قبل أن يروح للمكتب لأنني كنت أقول المكتب الهندسي فس في خطوات قبل أن يروح للمكتب الهندسي أنا أخذيت قسيمة والقسيمة عندي أول شيء لازم أسوي أشوف احتياجاتي صحيح أنا شكثر محتاج شم غرفة شم صالة أحصر احتياجات الأسرة طبعا وحصر احتياجات الأسرة لازم ترجع لجميع أفراد الأسرة صحيح وبالأخص الزوجة لأن هي أدرة في البيت والله أعتقد أن كل شحة الزوجة بيكون في البيت تقريبا يعني بس الدوانية فلازم يرجع لأن يأخذ أراء البيت بحيث أن يكون فكرة كاملة عن احتياجاتها قبل يقدم على البناء فهذا الخطوة الأولى الخطوة الثانية والمهمة أنه لازم يعرف الميزانية اللي عندها طيب أستاذي عفوا بس حضرتك وحن نتحضر لحلقتنا قلت أن تغطويت مهمة وقلت لي ذكريني فيها لذلك أنا صاريت أني حاولي ذكرك فيها أنه قلت لي أنه يدي من نفس أني هي نفسها شلون يتحمل مجهود وتعب الوقوف على البنيان شلون أنا حين أهيئ نفسي قرنا أنا أقرأ عن البيت وعن البنيان وعن الأشياء طبعا الحين المعلومات متوفرة وبسهولة صحيح القصد أنا قلت لازم أي واحد مقدم على بناء بيت العمل لازم يدخل فيه مرحلة الإعداد لازم يتدرب قبل أن يتشعل هذه المرحلة يتدرب شلون يعني يأخذ دورات يطلع يقرأ يشوف أفلام يعني مجرد ما تدشل الإنترنت تجده معلومات وفيرة جدا جدا يقدر تشفي هذا المجال حنا ضربنا مثال السباق اللي بروح يتسابق لازم يتدرب قبل صحيح مشروع بيت العمر مشروع كبير جدا مهم جدا ومن اسمه بيت العمر هذا البيت رح يأثر عليك على أسرتك معك فلازم تستعد لهذه المرحلة لازم تبدل مجهود فيها وقلنا المجهود يبدل قبل البناء صحيح يعني الناس يقولك لما بني لا في مرحلة الاستعداد قبل البناء عشان لما يبدل البناء تكون أنت ملم وعندك فكرة عن خطوات التنفيذ عندك فكرة عن المواد عندك فكرة عن جميع هذه الأمور جميل البداية تكون من تصميم المنزل بداية تكون ننطلق طبعا من تصميم المنزل بعد ما أعرف احتياجاتي بعد ما أعرف الميزانية الخطوة الثالثة أروح للمكتب الهندسي حلو اللي قاعد يسأل عندنا في الكويت أقلب الناس يروح للمكتب الهندسي أو نسبة من الناس يروح يقول لأش رائك يعني شنو أسوي بالبيت وهذا خطأ طبعا كيد خطأ بيتك أنت أدر فيه احتياجاتك أنت أدر فيها أنت المفترض تعرف شنو احتياجاتك يعني إذا كانت في أسرة مكونة من خمس أفراد يحب في باله أنه رح يكونون خمس أفراد يحتاجون لهذا البيت خمس أفراد نعم نحن دامش نقول احتياجات الحالية والمستقبلية ببطعا يعني إن شاء الله لا يعطي يصور عنده سبعة أو التطور في نمط الأسرة يعني مثلا يفكر مثلا بعدين يتزوج احد معياله صحيح طبعا يمهي لها الحسبة لازم محتاجة تفكير المرحلة هذه محتاجة أعداد ومحتاجة تفكير ومحتاجة هدوء يعني لازم يأخذ وقت فيها هذه المرحلة كثرة ما هي مهمة لا أرى الناس تعطيها هذه الأهمية والنقطة المهمة الثانية اللي قلنا عن الميزانية صحيح المشاكل الآن قاعد تصير تقريبا فيه كثير من القسائم مشكلة الميزانية يوصل نصر البيت ويوقف يوصل نصر البيت ويوقف ليش لأن مرحلة الأولى الاحتياجات خد راحتها شوي يعني أغلب البنيان سرداء وثلاثة دوار يبدأ البنيان بعد البنيان يوقف لأنه لا يكون عنده السيولة المالية اللي تخليه يقدر يكمل بيت العمر لازم بمجرد ما ينتهي طبعا نحن عندنا حساب الميزانية على مرحلتين المرحلة اللي تكلمنا فيها بعد تحديد الاحتياجات يحسب ميزانيته بطريقة سهلة جدا جدا يعني بس يعرف ش كثير راح يبني ويضربها في سعر المتر مربع يعني عملية كنا نسويها بسيطة جدا أخر مثال لو على 400 متر على 400 متر خل نأخذ الدارج في الكويت اللي عليه المشكلة نقول 600 نسبة بناء البلدية كم يعطونك في المية 210 في المية نسبة السماح المسموح اللي راح أبني فيه 1260 هذا يعني أنا راح حسب قانون البلدية أني أبني 1260 متر هذا شعر مسطح البناء كم سعر المتر هذا اللي ما يعرفه بسيطة جدا لا 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 هذا شعر المتر يا إنه يسأل المختصين صحيح وفي حل يعني نقول المرحلة اللون ومحتاجة للك المجود لما أقول أبذ المجود يفتح المجلات الأسبوعية الإعلانية ويدقل على هلث أربع شركات ويأخذ سعر المتر ويطلع على أفريج فهالطريقة كون صورة مبدئية عن شكثرة راح تكلفه بناء القسيمة فهني يبين معاه مثلا لو والله خد راحة بالاحتياجات وطلع والله البيت والله سرداب وثلاثة دوار وشاف أنه ما عنده المبلغ لا يرجع الخطوة ولا شي يسوي يقلل من احتياجات البيت حاول يزقر حجم البيت بحيث أنه يكون على قد الفلوس يعني يكون سرداب ودورين ودورين مثلا يعني سرداب ودورين يعني يحاول شيء الأشياء الثانوية اللي يحطها يحاول يزقر المساحات البداية دائما بيت العمر اللي واحد يأخذ راحته صحيح أبي جناح وبي سويت ويكثر ويحط له يعني يأخذ راحته في البيت لا شو اللي يحدك أنك تأخذ راحتك الميزانية صحيح إذا كان عندك ميزانية كافية فبساطة أوكي تقدر لكن إذا ما عندك ميزانية كافية لا لازم تقلل احتياجاتك جميل مهندس عبد الرحمن الشمري رح نأخذ معاك التفاصيل أكثر نحن نتكلم بعد الفصل إن شاء الله رح نروح مع مشاهدين الفصل ونرجع بعد الفصل مشاهدين اللي نتكلم عن كيفية نحن نحمي نفسنا من الغش التجاري وكيف نتصرف مع المقاولين وخدعهم في أثناء البناء كل هذا بعد الفصل تابعونا من برامجنا مسائل مهندس عبد الرحمن الشمري ومهندسنا أثناء الحوار لابدنا تكون بعض الأفكار تيني من الناس والجيران وربعه الدوانية اللي يسئلون كل واحد يبني يعطي نصيحة البداية تكون وين أن أنا ما أسمى نصائح الناس لكن أبتدي أخذ مع نفسي أن أنا خذيت الدورة وبدأت أطبق حتى أن أنا ما أقع تحت طائلة قش المقاولين شنو أسوي طبعا أول شي أول خطوتين مشينا فيهم لو تلاحظين مثلا تحديد الاحتياجات صحيح هذه فيها مشكلة بالكويت صحيح الواحد يحدد احتياجاته بعدين يقعد مع فلان لا سويت شذي صح هابنسويت شذي القضية أن اللي يناسبك غير اللي يناسبني تكوين أسلتي غير تكوين أسلتي فهذا الشي اللي أحيانا يكون الجانب السلبي من أنك تأخذ من الناس هذه نقطة في جانب إيجابي أنك تأخذ من الناس اللي عندهم خبرة في هذا المجال مثلا اللي مثلا عنده بالسوق أو شي يمكن أن أسبقك في المجال يأرف بعض الأماكن اللي مثلا تبيع بجودة عالية وبسعر قليل صحيح فهني تقدر تستفيد يعني فيه جانب سلبي وفيه جانب إيجابي نأخذ منهم شي ونترك منهم شي فهذه فكرة أني شون أتعامل مثلا واخذ نصايح الناس شون أتفادة قش المقاول قش المقاول لابد أول شي أستعد في المرحلة اللي قلناها الأولى يعني قبل البناء لازم أستعد لازم أعرف شن البناء لازم أعرف أساسيات البناء البعض يقول يعني نحن مو مهندسين عشان نعرف النقطة هذي قد تكشي على المقاول اللي يستريح اي نعم أنا سؤالي دائما اللي يقول إحنا مو مهندسين هل المقاولة اللي نفذ لك مهندس هذا سؤالي دائما اللي أقول له هل العمال اللي عندك هل عندهم شهادات مثلا ما أقول هندسة يعني جامعية أبدا فإحنا عندنا من المكانيات والقدرات أعلى منهم هو يتمعها بالممارسة والخبرة بالممارسة والخبرة يعني تدرب ووصل إلى هذه المرحلة احنا ما نطلب منك أن تكون مهندس بس لازم تعرف شو اللي قاعد يصير في البيت يعني مثلا وقت الهيكل السود أو وقت تنفيذ الهيكل السود مو صعب أنك تعرف الحديد اللي موجود لأنه مكتوب عندك في المخطط بمجرد ما تعرف شون تقرأ المخطط انتهى الموضوع يعني هذا من اللي قاعد يصير مثلا أحيانا من بعض المقاولين البعض والقلة يقلل الحديد اللي في البيت إذا كان الحديد فأنت لو تعرف شون تعرف نسبة الحديد أو كمية الحديد في الخرسانة خلاص يعني ما يقدر المقاول أن يلف و يدور معك لأن الموضوع بسيط حجم الخرسانة يعني تعرف أن القاعدة طول في عرض في ارتفاع بسيطة جدا جدا لو عرفت بس قسط طول في عرض في ارتفاع تعرف أن المقاول لا يمكن أن يزقر القاعدة أو يحاول يغلل سنتيين يوفر الخرسانة فهذه الطريقة لازم الاستعداد نحن دائما نقول الاستعداد متى ما استعديت راح تتجنب أشياء كثيرة جدا من ضمنها الغش في التنفيذ جميل يعني أكدتنا الاشراف على المقاول لابد تكون في مراحل معينة أن راحل الحلاء يوقف على راس المقاول البعض يرون عني دوام ما عني وقت متى أروحها تابعة شنو أشوفها أي وقت معين أو مهم لابد يكون متواجد فيه راح البيت نعم صحي هذا سؤال لأن بعض الناس يقول لك أنا ما عندي وقت قضية لشراف على التنفيذ مو محتاجة أنك تقعد 24 ساعة خصوصا يعني خصوصا لهيك الاسود يعني مثلا قبل الصب بيوم تقدر تروح تشيك على الحديد اللي حطه وتشيك على تثبيت الخشب هذه يعني لها نقاط معينة سهلة يقدر يقراها في النت أو متوفر المعلومات بشكل كبير يعني هذه ما تأخذ منك ساعة ساعة في اليوم يعني نقول خمس ساعات في الأسبوع يعني نعطينا يوم ما يمدهم محتاجة بس مجهود لا أكثر ولا أقل محتاجة أنك تعد نفسك وتروح يعني الساعة في اليوم أو الساعة ونصف في اليوم ما توقع شيء كبير على بيت العمر هذا بيت مهم جدا وهذا رح يأثر عليك وعلى أسرتك فالساعة ونصف هذه لازم تبدلها لازم تتأكد لازم تشوف جميل طيب لما ننتكلم على أثناء شراء المواد اللي رح يبني فيها المقاول البعض يقول بالعامية مثل ما نقولها قد يخطلس شوية من بعض المبلغ أو يبني في المواد البنائية مثلا هذا يبيع لي بدينارين ونصف شلو أنا عرف أن هذا بالفعل سعره ومعنه يبني فواتير طبعا هذه النقطة الخلافية سواء على المقاول وحيانا حتى على المواطن مثلا المقاول يبشي ويكون خلاف يقول لا أنا قيل لك شيء أحسن من تذي هذاك يقول لا ويبدأ الخلاف طبعا الحل يا أن المواطن يشتريها بنفسه يروح معايا أفضل يا أنه يروح نفسه يشتري المواد وإذا ما مات حتى للفرصة أن يروح بنفسه لا بد أن يوصف المواد في العقد شنو يعني يوصف يعني يكتب المواد في العقد مثلا أبي يشتري خلصانة حدد لأسم الشركة ويقول له حسب المواصفات اللي موجودة في المخططات يبي يشتري مثلا النقطة الخلافية السراميك دايما لا بد أن يكون تحديد وتوصيف دقيق جدا عشان يتفادئ أي خلاف مع المقاول جميل هذا كله أثناء توقيع العقد لازم يكتبه هذا المرحلة أولى الشيء للإستعداد لأنه استعد لو كتب العقد في الطريقة السليمة والطريقة الصحيحة راح يغني عن مشاكل كثيرة جدا حلو طيب بعد ما يشيك أنه المرحلة الأولى مثل ما قلت صب الخرسانة شنو النقطة الثانية لا بد أن يكون فيها أيضا واقف مع المقاول هي طبعا بمجرد وصب الخرسانة في الحديد بعدين الخرسانة هذي يكون أنجز هذي كلها سويد يبدأ بعدين يعني مراحل كثيرة لكن يعني ساعة في اليوم كافية مثل بناء الحوائط يقدر يتأكد شون طريقة بناء الحوائط التزم باللي موجود عنده في المواصفات أو ما التزم يبدأ الزيارة بشكل دوري بمجرد ما تزور بشكل دوري والشخص اللي ينفذ يدري أنك قاعد تتابع راح يكون شوي حريص معاك غير اللي واحد مثلا حاد بيته وما يمره في المواصفات حلو البعض يقول مثلا أنا جدراني أنه عندهم مثلا يعني أفكار وعندهم خدة وعندهم طرق ملتوية للقش أنا شلو نعف أنه قاعد يقشني أو ما يغشني يعني السئلة أنا قاعد أكتبها من شوي عن طريق النت حضرتنا حضرت كليم ضيفنا فقالوا لي يستئلي شلو نعف أنه قاعد يقشني أو ما يغشني طب نحسب نتكلم عن مقاول تجاوزا البيت وقت التنفيذ راح يشمعت أكثر من مقاول مقاول الأعمال المدنية التكييف يعني كل المقاولين عدد كبير جدا يعني ما نحدي شيء معين ولكن الغش يكون مثلا في طريقة التنفيذ نقول قلة جودة في المواد مثلا المواد المتعاغض عليها ييب مواد أقل جودة من المواد التي دفعت فلوسها مثلا أنا دافع شيء مثلا المتر على 20 أو 30 يبلد شيء قليل للجودة صحيح فهذه شون تضبطه إذا أنت عطيت المقاول المفترض أول ما ييب المواد عندي بالسايت بالبيت أتأكد من هل المواد اللي يابها نفس اللي أنا طلبتها سألني أخي قال لي شون تتأكد أنت مثلا كاتب لنوعية الفلانية تقدر تفتح وتأكد هل هي النوعية الفلانية أم لا فتكون متابع حريص وقلت لها تقدر تطلب مننا الفاتورة منين يبتعطني الفاتورة خلن نشوف هل أنت يبهمني أو لا بمجرد ما ينتهي الدور الأول هو رح تكون الدور الثاني تكرير الدور الأول ولكن أسهل من الدور الأول بمجرد رح يطلع مدى ويصب بالسكف فرح تكون مسألة يبدأ تتكرر معه متى ما انتهى من إنجاز الدور الأول يبدأ العملية تتكرر فتكون عملية مكررة وهذه من سهولة البناء لدينا يعني مو هذك صعوبة بدأت تتكرر العمليات جميل في سؤال دزلك يا مهندسنا متى أبتدي أحط يعني شنا عرف أماكن ويرات الكهرباء أثناء البنيان ولا لازم نتكون مثلا على الخريطة ولا متى هذا السؤال اللي دائما إن بعض الناس ما يصمم مخطط للكهرباء صحيح هذا طبعا غلط إن الغالي بيب كهرباء ويختار أماكن الكهرباء ويقال يحفر فيها ويقدر ينفذ والعطة النقطة مو هذه النقطة وكي الكهرباء رح ينجز شغلة ويمشي بعد فترة حتتش ترميم في البيت حتتش أنك تتوسع في البيت إذا ما كنت تعرف الكهرباء وين رايحة وين تمديداتها وين طرق الكهرباء شو رح تقدر ترميم في البيت تصميم الكهرباء تقريبا مقارنة بسعر البيت رمزي جدا جدا فلازم في بداية التصميم أني أصمم كهرباء هذا في الحال أول الحالة الثانية اللي يريد تصميم مصمم داخلي بعض الناس يريد مصمم داخلي أو مهندس ديكور اللي هم مهندس ديكور فهذا أساس يعني راح يجيش معاك في بداية التصميم قبل التنفيذ نحن الآن ما نفذنا قبل التنفيذ يكون مهندس الكهرباء يصمم مهندس الكهرباء ويأكد عليه مهندس التصميم الداخلي أو يضيف عليه فهذه مرحلة متقدمة جدا مو بعد التنفيذ المفترض لا في بداية البيت جميل سؤال ثاني اختيار أماكن النوافذ هذه طبعا واحدة سألتها اي نعم اشلونا عرفنا مكان الدريشة لحطها داخل الغرف مناسب لها خسري إذا يكون لدي أطفال صغار حلو هذه نرجع للتصميم في البداية يوم قلنا نختار بعد الخطوتين يوم قلنا نروح لمكتب الهندسي هنين نوقف المكتب الهندسي هذا محتاج لنا نوقف عنده لأن هذا هو أهم شيء في البيت متى ما أتقنت التصميم ومتى ما أتقنت تصميم بيت العمر تحصل على تصميم بيت عمر يعني 60% تكون وصلت قطاع 60% منك توصل إلى بيت عمر مميز صحيح اليوم قعد نمشي في الشوارع ونشوف البيوت بشكل مربع صناديق ما فيها فكرة ما فيها ناحية جمالية بالفعل لماذا؟ لأن المهندس المعماري في هذا البيت ما أعطى فكرة الذي يحدد تصاميم الذي يحدد الدرائش الذي يحدد الواجهات هذا كل المهندس المعماري طبعا المفترض لو كان واندس بام يحددها قياسا على مثلا الدريشة الذي يمواجه الشمس يحاول يزقرها يحاول تجنب واجهات الشمس فهي حلول عنده وعنده أشياء كثيرة يستخدمها في وقت التصميم المعماري وقت التنفيذ يعني صعب تقولي لغيره صحيح فشوف كل نقطة نرجع للمصمم المعماري المصمم المعماري هو الأساس هو الأساس أي شخص يأتي بعده سواء المهندس الإنشائي أو التكييف أو الكهرباء كلما يمشون وراء المصمم المعماري صحيح فمتى ما حصلنا على مصمم معماري راقي جدا ومميز جدا راح نصر على بيت عمر مميز جدا جميل يعني حسنين اليوم نحن قطينا نقاط مهمة بناء على طلبات الناس اللي قاعد يبنون بيوتهم كلمة أخيرة تحب تقولها أو نصح نصيحة لا بد أن تتقولها لكل من قاعد يبني بيتها لحين أو ناوي خلال الفترة القادمة نعم طبعا أنا أرد وكم والنقطة اللي دام يقولها لجب أن يستعد المشكلة اللي قاعد نواجهها في الكويتة يعني يشعر واحد بالحزن لما يشوف واحد مثل باني بيت مقادر يكمل صحيح يعني تلاقي واقف على الهيكل واقف على الهيكل أو مشي شوي بعدين يقول ما عندي فلوس أكمل لأن ما استعد و بعدين لازم أحيانا نكون عندنا إلمان بالسوق نفسه كانت لسعار يعني حين تضاعف ثلاث أو أربع مرات سعار البناء هذا الشيء لازم ناخذه بالاعتبار أنا قصدي لازم نستعد يرجع المختصين يرجع لنا ناس كثير متطوعين يعني يرجع يسأل قبل لا يبدي لأنه بديت خلاص فأرد أقول الاستعداد والاستعداد والاستعداد اللي بناء بيت الأمر صحيح الكلام جدا مهم لكن على خبري صراح أن كان شيس 900 فلس حين يمصر لا الآن وسط الممكن فوق الدينان ربع ما شاء الله الكلام موشدي العامل كان 7 دانير الآن فوق العشرين كل شكر لك مهندسنا عبد الرحمن الشمرين لحضورك معنا اليوم من لك التوفيق أيكم الله مشاهدين نتواصل معكم في برنامجنا مسائي وضمن رحلتنا إلى الإمارات العربية المتحدة لتغطية العديد من الفعاليات احتفالا بالشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية كانت لنا تغطية خاصة لبرنامجنا مسائي من هناك تابعوا هذا التغطية كانت من المتحف الإسلامي للحضارة الإسلامية ما صح لكن بعد الفاصل تابعونا اشتركوا في القناة وحيكون للقاء مميز مع السيدة أوريكا الخميس بسمكم أرحل فيها في تلفزيون تلفزيون الراي وهذه الزيارة الجميلة مساء الخير مدام أوريكا سعيدنا تواجد معاش في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية مساء النور وشكرا جزيلا على الزيارة أولا احنا هنا في متحف الحضارة الإسلامية في الشارقة وهو موجود من 2008 فاحنا هنا في المتحف أتنا ست قاعات دائمية من ضمنها قاعة الأقيدة قاعة للعلوم الإسلامية والتكنولوجيا الإسلامية وفي تابق الأول أتنا أربع قاعات دائمية للفنون الإسلامية من أول قرون الإسلام إلى الأسر الحديث بعدين أتنا قاعة طبعا أيضا للمعارض المؤقتة تحت في تابق الأرضي مدام أوريكا أحب تكلميني عن الشارقة أني تم اختيارها أنها تكون عاصمة الثقافة الإسلامية حطيتوا عندكم معرض متنوع اسمها لتعارفوا وعندكم أيضا مكان مميز لاختيار المتاحف الأخرى الآن يتم عرض مقتنيات كثيرة وجميلة من معرض الباتيكان وأحب أتعرف التجربة شلون صارت أن معرض الباتيكان يعرض عندنا بالشارجة وفي مكان خليجي اللي هي الإمارات العربية المتحدة صحيح تطورت الفكرة أول شي تحت رؤية صاحب السموي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي فالقرار مميز للتعاون بين الفاتيكان وبين متاحف الشارقة على عدد أسباب لأن مو بس تعاون بين متحفنا هنا في الشارقة ومتحف الفاتيكان الإعراق البشرية بس بنفس الوقت تعاون بين دولة الفاتيكان ودولة إمارة الشارقة وبنفس الوقت وهذا يمكن أهم شي أول تعاون بين الفاتيكان وبين العالم الإسلامي فهذا مشروع غير مسبوق تماما غير مسبوق ومميز فبصراحة دورنا في تنظيم وتخطيط هذا المعرف واسعة لأن عزمونا نروح للرومة ونشوف مخازن المتحف وإيد بالإيد اختارنا القطاعات ونقشنا القطاعات وبحثنا القطاعات وشكلنا معرف اللي القطاعات فيه تمثل عدد كثير من الثقافات والشعوب الإسلامية اللي موجودة في العالم من شمال إفريقيا إلا الصين وما بعدها طيب إحنا لما نتكلم مع مارض الباتيكان نشوف إنه فيه ملابس قديمة نشوف تحاف أثرية أدوات منزلية يعني هذه الأشياء تربطنا إحنا والشعوب العالمية الثانية من خلال الملابس من خلال الحياة الاجتماعية شنو حسيت من الجمهور اللي يشوف هالأشياء شنو كانت تعليقاتهم والله من الأول بصراحة شفنا عدد كثير من الجنسيات المختلفة فكل زائر اللي يدخل يلقي قطعة من بلده لومن ثقافته التقليدية فطبعا يفرحون الناس وبنفس الوقت يعني كل قطعة تنطي فرصة للحوار حوار بين الزوار حوار بين المسلمين مع بعضهم وبنفس الوقت بين المسلمين والغير مسلمين لأن احنا هنا عدد كثير من الزوار يجون من العالم كل وأصلا ما أتم فكرة عن الثقافات المختلفة اللي موجودة في العالم الإسلامي كلام جميل مادام أوريكا بصراح وأنا أتجول معاش داخل المتحف لاحظ أن اسم المتحف مثل ما قلت حق مشاهدينا في الأول أنه اسم متحف الشارقة للحضارة الإسلامية أو للتراف الإسلامي ليش اخترتوا أن تسمونا حضارة شاملة نعم اختيار اسم المتحف طبعا اختيار يسموه الشيخ وبالبداية قبل ما فتحنا المتحف مناقشات عريضة بالنسبة للإسم بس هو بالنهاية قرر أنه متحف الحضارة الإسلامية مناسب ليش لأن الحضارة الإسلامية تغطي كل شي احنا عدنا بالمتحف قاعة العقيدة احنا نحتي بالعلوم الإسلامية احنا نحتي بالفنون الإسلامية وطبعا في المعارز المؤقتة مالتنا احنا هم نقدر نحتي عن كل هاي المواضية من ناحية تاريخية من ناحية معاصرة فإحنا عدنا حرية نتعامل ويا أهم المواضيع اللي موجودة في الحضارة الإسلامية من ناحية تاريخية وإلا ناحية المعاصرة فهذا كلش كلش مفيد خصوصا بالنسبة الفعليات والنشاطات مالتنا المستمرة هنا بالمتحف لأن طبعا احنا ما عدنا بس الزوار والسواح اللي يجون فسأتنا زوار من المنطقة اللي يجون على الورش التعليمية مالتنا باستمراء فإحنا نكتر نختار عدد غير محدد من مواضيع الحضارة الإسلامية صراحة في ختام حواري معاتش مادام أوريك الخميس كل شكر اللي استقبالتش لنا اليوم في هذا المكان المميز ساعدنا بهذه الزيارة تعلبنا فيها الكثير وصنعنا عن معلومات وشفناها أول مرة نعرف أنه في دولة خليجية عندهم هذه المعلومات وهذا الكم من القطع الأثرية شكرا لتش وساعدين في لقائتش ولا أنا أشكركم أنتو على جايتكم وأقول أحلا وسهلا لمتحف الحضارة الإسلامية في الشارقة للكل اللي يحتمون بالعقيدة وبالعلوم وبالفنون وبالفعاليات المستمرة مالتنا هنا أنا أبوابنا مفتوحة على طول وقلوبنا مفتوحة لزوار كلهم اللي يريدون يجيون ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر